فجأت شمس الغني الجميع وظهرت فجأة من وسط بيروت وهي عم تصور مع فريق عمل كبير شيء ما فبدأ الكثيرين بالتساؤل شو عم تحضر وإذ خطفت الفنان اللبنانية نجوة كرم الأضواء وأصبحت حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبين الموضوع أنه كانت إلى جانب المخرج وليد نصيف عم بتصور فيديو كليب أغنية المفترض أن تصدرها قريبا تحت عنوان معذور قلبي معذور قلبي معذور مشبور يعشق مشبور بالغصب ولا وبالسور وبعد وقت أصير تصدر وسم نجوة كرم ومعذور قلبي الترنت على مواقع التواصل الاجتماعي بلبنان ومن بعدها بالسعودية وأكتر من بلد عربي وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع الوسمين ونشروا صور وفيديوهات نجوة من كواليس تصويرها لفيديو كليب الأغنية ويلي عم تتعاون فيه مرة جديدة مع المخرج اللبناني وليد نصيف ووقفة شمس الغنية اللبنانية على الجناح المقابل للدمار بوسط بيروت لتصور كليب الأغنية معذور قلبي من كلمات عامر لواند وألحان وتوزيع علي حسون وتحت إدارة المخرج وليد نصيف مثل ما ذكرنا سابقاً وإنتاج شركة روتانا هالأغنية كان مقرر إنتاجها قبل انفجار بيروت إلا أنه هالفجعة أخرت العمل حتى اليوم لتعود نجوة للعاصم اللبناني بأغنيتين الأولى وطنية كانت طرحتها من مدة تحت عنوان بيروت والتاني اليوم تحمل طابع إقاعي شعبي تنوعت المشاهد ضمنه إن كان على المسرح أو بين السيارات مع الرقصين ببيروت لا تبعث الفرح فيها بدل اليأس ولا المساهمة على رفع الجراح بعد كل المأسي يلي قطعت على هالعاصمة وكانت أيضاً نشرت كرم صورة إلا بفستان أحمر ضمن حفل زفاف ابن شقيق الراحل إن أولى كرم وذلك عبر حسابها الرسمي بإنستجرام ولاقت الصورة الكثير من الاستحسان والتفاعل من محبي كرم في حين علقت بدورة على الصور متمني لأبن شقيقة وعروسه الأمنيات الطيبة فكتبت إن شاء الله بتبقوا سوا لآخر العمر مع فرحة الأيام ومع هدايا وخيرات الله وانتشر أيضاً مقطع فيديو من الزفاف بتظهر في نجوة مثل معودتنا بعفويتها وطبيعتها وهي عم ترقص الدكة بحب واضح وتفاعل كبير من الحاضرين مع أجواء من الرقص والموسيقى على أنغام أغاني الدبك اللبنانية المفضلة عنده يذكر أنه الفنين نجوة كرم رح تحيح في الضخم من تنظيم مومنتس إيفنس مع الفنين ماجد المهندس بالإمارات مركز دوباي التجاري العالمي وذلك بـ 15-1-2021 شكراً لك